ترتفع مؤشرات التصعيد العسكري في الشمال السوري مع تقدم الجيش السوري واستعادته 110 كم مربعة برفي حلب وإدلب خلال 48 ساعة الماضية محققا إنجازات ميدانية نوعية وفق بيان وزارة الدفاع السورية هذا التقدم شهدت عزيزات هي الأولى من نوعها للنظام التركي داخل الأراضي السورية لا سيما أن الاجتماع الذي جمع الروس والأتراك لم يخرج بحلول ما فتح الباب أمام احتمالات متعددة لتغيير قواعد اللعبة وربما الوصول إلى اشتباك مباشر بين دمشق وأنقرة في ظل تعقد المشهد العسكري على الأرض في إدلب احتمال الوارد هو أن يحصل الاستضام حاليا الجيش التركي لا يبدو أنه مستعجل لهذا الاستضام لأن عملية التطويق التي نفزها الجيش العرب السوري خلال الأيام الماضية للقوات التركية في خمس مناطق مراقبة لم يبدي فيها الأتراك أي مقاومة ومع تفقم الحد للأعمال القتالية في الشمال السوري ودخول الجيش السوري الحدود الإدارية لإدلب واقترابه من مطار تفتناز العسكري تشهد الساحة السياسية وساطة جديدة تعمل فيها طهران على خط دمشق أنقرة لتقريب وجهات النظر وفتح مسار مباشر بين الطرفين يجب أن يوضح التركي ما الذي يضيره من تحرير سوريا لأراضيها من الإرهابيين ليس لها تفسير سوى دعم الإرهابيين فهو فشل وهو انهزم وانهزمت معه كل الفصائل الإرهابية المتواجدة على الأرض السورية أدواته نحن لا نسعى لاصطدام مع أحد نحن نسعى لأفضل علاقات مع دول الجوار ولكن هذا يتصرف معتدي ومحتل وغازي وبالتالي يجب أن يغير من سياسة أردوغان حتى يكون هناك حص الجوار تحذيرات أنقرة لم تلقى صدى لدى دمشق وحسب مراقبين الجيش السوري ينجز اتفاق السوتشي بالقوة العسكرية بعد فشل أنقرة أو عدم التزامها بعهودها وتعزيز تواجدها دعما للجماعات المسلحة في الشمال السورية سلافة شحادي الغد